أوسع من زاوية حريجة ودون حرج سمع صوت إيران هذه المرة واضحاً في حسابات مصير نتائج انتخابات العراق الصوت الذي نطق به قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني مخاطباً رافضي النتائج في البلاد بلهجة التشديد على ضرورة تقبلها خبر أحدث صعقة واضحة فالآمر هنا والمخاطب ليس مسؤولاً عراقياً إنما إيراني والمخاطبون عراقيون والتبليغ دق مسماراً في صندوق السيادة العراقية كل هذا لم يكن تخيلاً أو احتيالاً على تفسير ما جرى من علنية إيرانية مفرطة بالتدخل في أوراق بغداد السياسية قيل إنها ليست أول مرة لمثل هذا التدخل فيما قرئت الحكاية الإيرانية الأكثر جرأة اليوم بلغة فقدان طهران السيطرة على فصائلها في العراق أو أنها حالة تنصل من المسؤولية تحفظ فيها إيران ماء الوجه أو ما بقي منه بعد عبث أيديها في مصير العراق ومثل هذا التدخل تزامن مع رصاصة الرحمة التي بدأ أن الإطار التنسقي يطلقها في سماء العملية السياسية بحثاً عن حلحلة الأزمة بعد أن صبغت عنوين الفترة الأخيرة بين شد وجذب دون نتيجة تذكر أو دون نتيجة تشبه تلك التي نطقتها المفوضية في أوراقها الرسمية ما جعل الصورة الأكثر وضوحاً من التزامن بين صوت إيراني وآخر للإطار على أنه بحث عن ضمانات بعيداً عن تلكء في عجلة السياسة العراقية تلكء قد يقرأه المجتمع الدولي على أنه من صنيع إيراني أو صنيع يتفق مع أهوائها في الداخل العراقي بعيداً عن تلك الحسابات يعل الصوت القادم من القصر الجمهوري في العاصمة بلسان رئيسي الجمهورية والوزراء مؤكداً عنوان التكاتف ورص الصف الوطني وحل المسائل العالقة بين العراقيين على طاولة عراقية وطنية جامعة تلك لغة لا ترسم إلا على خط مستقيم نحو أغلبية وطنية بعيداً عن زوايا ضيقة لا تؤدي إلا إلى نفق أو أنفاق مظلمة كثرت في العراقي طيلة سنوات ماضية